لا يفوتني التدكيف هذه المناسبة الدستورية على أن التعاطي الحكومي مع قضايا تشغيل الشباب ورفع من نسب خلاطهم في ميدالشون لم يكن أبدا مجرد شأنه دو طابع تانوي بل تم منحه المكان الذي يستحقه وجعله الهدف الأسمى لكل البرامج والتدخلات العمومية حضرت السيدات السيدة إنما حققتهم مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تم اعتمادها منذ بداية الولاية من نجاحات كبرى ومن تقدم هام سينعيشوا بلا شك توجه الحكومة خلال السنوات المقبلة نحو تيسية شروط الإدماج الاقتصادي في وجه الفئات الباحثة عن المنصب بشغل لتمتعهم بأعلى مستوى ممكن من العيش الكريم وهو المصار الذي سيتيح التغلب على الصعاب مهما كان حجمها كما سيمكن من رفع سقف آماننا وطموحتنا المستقبلية المستقبلية